الإخلاص وضد الإخلاص الشرك بضدها تتبين الأشياء إذن الأصل الأول أن تخلص الدين لله سبحانه وتعالى فلا تقبل أي عبادة إلا بالإخلاص والمتابع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والشرك إذا دخل في العبادة أفسدها الآن أنت تصلي وتحرص أنه ما يخرج منك ريح لأنه إذا خرج منك ريح أصبحت العبادة باطلة فكيف بالشرك إذا دخل يفسد العبادة وقد يفسد عليك كل العبادات إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى إذن هذا أصل الأصول خلقنا لهذا للإخلاص نخلص الدين لله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت عن أول المسلمين إذن أراد أن الإخلاص يقابل هنا الشرك الشرك الأصغر إذا مات عليه مخلط خلود أبدي في النار لا يعذب بقدر الشرك ثم يدخل الجنة وإذا مات على الأكبر مخلط خلود أبدي في النار تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه نعم إذن هذا الأصل الأول الإخلاص وضد الإخلاص الشرك أفضل